رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنبدأ أولى فقراتنا الحوارية عن تعامل الشمس على رمسيس التاني ظاهرة فلكية فريدة بيتميز بيها معبد أبو سيمبل والحقيقة إنها ظاهرة محيرة وناس كتيرة كانت بتتكلم عنها والحقيقة أيضا إن عدد كبير جدا من السياح بيجوا علشان يتفرجوا على الظاهرة دي في 22 أكتوبر و22 فبراير النهاردة إحنا هنناقش ببننا 22 أكتوبر وشمس تعامدت على وجه رمسيس التاني اليوم معينا المهندس الاستشاري مجدي غبريار رئيس ترميم الأسار وخبير الترميم مساء الخير يا فندم سأل نور أهلا بكم والأستاذ مجدي شاكر كبير الأساريين بوزارة السياحة والأسار مساء الخير يا فندم مشارفيننا ومنوريننا باش مهندس مجدي فكرة تعامد الشمس على رمسيس التاني بالمعبد اللي منحوط جوه الصخر كده بالمسافة اللي بيخش لها بعدد التماثيل اللي موجودة مع عدد مثال بتاع اللي هو إله الظلام دي محتاجة علم فلك حد دارس فلك كويس جدا وحد دارس هندسة معمارية كويس جدا إزاي بتتم أو إزاي تم بناء المعبد بالشكل اللي يسمح بدا الحقيقة يعني كظاهرة فلكية إحنا بتستعجب إن إحنا الأيام دي في ضوء العلم عندنا الأجهزة وعندنا القياسات وعندنا الجداول الفلكية لدوران الشمس والزوايا والحسابات بتاعتها لكن في العصر القديم إزاي إدر المصري القديم إن هو يسخر هذه الظاهرة الفلكية العلمية بحيث إن يجعل الشمس تتعامد على مكان معين في وقت معين في مناسبة معينة يقدر يخلد بيها هذا التاريخ وهذا العلم في المعبد بتاعه الحقيقة يعني الحسابات دي اللي كانت مش موجودة أجهزتها العلمية زمان النهاردة نقدر إن إحنا بمعادلات علمية نوظفها ونقدر نطبقها في أماكن أخرى زي من حب الحقيقة هو ده الملفت إنه زمان ما كانش فيه الأجهزة اللي تقدر تعمل ده لكن دلوقتي بقى فيه أستاذ مجدي الحقيقة الظاهرة دي بتستمر عشرين دقيقة وهل فعلياً المعلومة مصبوطة لأنه كان فيه كذا قال إن ده يوم ميلاده ويوم تتويجه ولا المعلومة دي فيه جدال عليها حضرتك بقى خبير كل سنة على فكرة أنا أولاً يعني خالصت تعازل أهلنا في فلسطين ويعني ربنا ينصرهم وبشكر حضرتك جداً للإصدافة الموضوع ده كل سنة بنتكلم فيه ولا نحسن استغلاله إحنا عندنا يعني حدث داعينا زمان إنه تكون عندنا في مصر سياحة سياحة الفلك بمعنى إنه إحنا عندنا فيه هناك أماكن أخرى كتير جداً في مصر عندنا معبد الكارنك عندنا معبد حشبسود عندنا كنيسة في تل الدير عند السيد مجدي أكيد أدراً مني يتكلم عليه فيه كل بتحصل فيه زهرة إنما الزهرة يعني الأشهر هي موجودة في هذا المكان يعني عندنا في مثلاً أبو سنبل ناس كري جداً ما تعرفش إن الجنيه اللي إحنا دايماً بنتدوله هذا معبد أبو سنبل أعليه معبد أبو سنبل فأرجوكم شوفوا يا جماعة هذا المعبد وبناخد الفكرة إنه معبد بسيط معبد مصير جداً وهناخد أولاً إحنا عندنا معبد السسنائي لملك السسنائي عمل حاجة السسنائية يعني دايماً رمضي التاني هو لأنه كان ملك عظيم جداً وعلى المناسبة دي بمناسبة الحرب هذا الملك يعني من أعظم الملوك الذين خاربوا في هذه المنطقة وزي ما بنقول قبل الرئيس السادس بكتير جداً هو ملك الحرب والسلام هذا الرجل يعني حارب هناك وعمل معادة السلام بعد 23 سنة معقدش على ما أظننا آه الراجل دا عمل يعني حارب اسمها كانت اسمها الحرب العالمي أولى لأنه اجتمع عليه 16 ملك و16 أمير اجتمعوا كلهم مش الحسين بس ده الحسين دول اللي كانوا ظهرين إنما كل بلاد الشام كل بلاد العراق بقادة الحسين وجولوا عند قادش على نهر العاص وقرروا أن يقضوا على هذا الملك لأنه كان للأسف بعدها كان إخنتون والثورة الدينية وكانت حصلت مشاكة هيرجيدة والإمبراطورية تأسرت فهذا الرجل العظيم تمكن أنه ينتصر عليهم وعمل معادة سلام لأول مرة بالسريح ما زالت تدرس في الأم المتحدة حتى الآن بعد ما استقرر الأمر اقتصاديا بدأ يعمل مجموعة من المعابد في سبع معابد موجودين في منطقة النوبة مش بس معبد أبو سمي ولكن معبد أبو سمي الخد يمكن الشهرة الأهم والأرقى فإحنا عندنا ملك السسنائي عندنا معبد السسنائي حتى لما جوا ينقلوه نذكر برضو الدكتور سارة عكاشة الله رحمه هذا الوزير العظيم اللي كان السبب في نقله كل ناس تعتقد الأجانب كان السبب في نقله إحنا كان عندنا واحد اسمه أحمد عثمان وكد رجل فنان والزبط أحنا لا أصيح معجزة نقله دي دايما نتكلم على أملاد وكل الكلام ده صلى الله قبل واقع المصر القديم وبنقول ما كانش عنده أجهزة والله هافنتم كان عنده أجهزة المصري بدأ موضوع عدم الفلك مبكرا قبله رمسيس بكتير جدا ده بدأ من الكرن حوالي 4000 سنة قبل الملاد حضريك هتقوليه ليه كانت مشكلة والهاجس عند المصري لما نزمه لهذا بالوادي إزاي يقدر يعفو النهر جاي إمتى لأن النهر بالنسبة له تنجي كتير بالزبط فهو كان لازم يعرف النهر فهو بدأ يعني يلاحظ موضوع الفلك وبدأ يبص للسماء بيجي إمتى فتلاحظ معاه أنه اليوم اللي بيجي فيه النهر الاحتراق بيسموه الاحتراق الشروكي وهو سماهي اسمه مصر جميل أوي السماهي ده النقطة النقطة أعتقد أن النهر النيل يأتي نتيجة بكاء إزيس على زوجها إزوريس هو بدأ يوقز أو يتأكد من الضوء فالمصر القديم بنى مقابره وبنى معابده وبنى كل شيء على خطوط عرضية محددة فكان عنده حضريك هتقولي كان عنده مرصد فلكي مش مرصد ده كان عنده مرصد فلكية حضريك هتقولي إزاي أقولي حضريك إم حطب أكيد عرفها للمهندس اللي بنى هرم زوصر كان من ضمن ألقابه كده كبير الرأيين كبير النظرين للسماء يعني كبير الرأيين عامل زي ناس هو رئيس مؤسس ناس وبالتالي بقولي لحضريك مفيش معبض في مصر القديمة مفيش مجبرة في مصر القديمة إلا ما تبنت على خط عرض وطول محدد وتابع النجم محدد لذلك الناس استغرب هو إزاي دقلوها دخلوا الشمس جوة الجبل ستين متر ستين متر الجوة فالناس استغربة كتير جدا يا جماعة الموضوع ده بدأ من قبل كده بكتير جدا معندنا الأهرامات بتاعة خوف وخفر عمانكورع لما تبص عليهم تبعا إيه مجموعة إيريون وبالتالي الموضوع ده سبق يمكن من أكتر من ألفين سنة الناس اللي ما تعرفوش أن في عضرم ستاني كان بالنسبة لهم وبالهول كان أثر كان بيجوا يزوروا النواة أثر ليه؟ لأن الفرق بالاتنين حوالي 1400 سنة وبالتالي عمك لأن هذا البلد تاريخها يعني الناس اللي تقولك سبعة تلافس إحنا بنحب رقم سبعة عشان السماء سبعة والأرض سبعة إنما تاريخ هذا البلد أكتر من 15 ألف سنة وحضر لك أرجوكي إيرا عن منطقة أصمها نابتة بلايا اللي هي جنوب أسوان بتلتمية كيلو أول بصلة في العالم وأول تاريخ في العالم ظهر في هذا المكان وبالتالي كلمة سبعة واربعة وارتاشر كل الكلام ده كلام فاضي وبالتالي دخول إن حضر لك في ظل العلم الحديث بالقرن العشرين إحنا جينا سنة 68 عملنا المعبة مقدراش تجيب رؤية يعني التعامد الأساسي كان يوم 21 أكتوبر ولما تنقل زاد نيوم لما بقى عندنا علم وعندنا أجهزة ليه ما خلناش في نفسه وما قدرناش ليه؟ لأن العلم القديم عندهم علم حاجة اسمها التكنولوجيا المفقود إحنا حتى الآن بقول لحضر 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 لعلم المصريين الكدام حضر لك أكيد من أسبوع شفت الكشف اللي تم في سهاج للملك هامريت نيت اللي لقوا نبيز بقى له قمس تلاف سنة ناس تولك نبيز أيها جماعة والله فبالتالي عملية التعامد إحنا في مصري فيها ما كتير جدا فيها أكتر من 22 معبد تتعامد فيهم الشمس مالوش علاقة بالميلاد ولا بالتتوير لأن حضر لك تتخيلي أن الملك يعني الملك رمسستاني دي مثلا معرفنش تولد إمتى هتقولي لحضر لك إذا أقولك أنه كان عنده أكتر من 100 ولد وبنت تعرف أنه ابنه ميرن بتاحت تولى الحكم وعنده 67 سنة لأنه رمسستاني عاش كتير جدا فإحنا ما كناش عارفين عيد ميلاده إمتى ولا عيد تولية العرش إمتى يعني ميرن بتاحت ابنه رمسستاني رقم 13 يعني مات قبله 12 واحد لأنه تزوج كثيرا وأنجب كثير يعني آي يقولك نفرتاء أهوة تزوج نفرتاء ليه حلقتهم إنما لا ده هو أجوز كتير جدا فالمعبد هو معبد السناء وهو ملك السناء وبعدين جنبه بقى يعمل معبد كل الناس بتتكلم عليه بنال حبيبته بنال أجمل يعني واحدة في الدنيا كلها اللي هي نفرتاري اللي كتب لها أجمل عبارة حب في الدنيا اللي قال لها هي التي من أجلها تشرك الشمس وهذه اللوحة أو هزي الكلام موجود على معبدة حتى الآن فبالتالي إحنا قدام معبد نتمنى استثمار هذا الحدث مش بس نتكلم عليه النهاردة طيب وبكرة خلاص ننسى الموضوع أنا هرجع لحضرتك لنقطتين السياحة الفلكية لأن ده نستغلها إزاي لأنه كان جزء من الحوار لازم يكون على إحنا بنستغل ده عارفين عدد السياحة اللي بيجوا في اليوم ده زادوا كل سنة قد إيه ولا ما زادوش دي معلومة يعني محتاجين ندرسها فهرجع للسياحة الفلك وهرجع كمان لل فكرة نقله وإزاي تم النقل باشوانت ماجدي يعني الحقيقة زي ما أستاذ ماجدي قال إنه في أكتر من معبد وأكتر من كنيسة خلينا نتكلم عن كنيسة الملاك مخايل والحقيقة يعني برضو فكرة تعامد الشمس على الملاك مخايل ماري جرجس العدرة كلهم في تاريخه وبتوقيتات مختلفة يعني الملاك مخايل بيبقى الظهر علشان عادة بيبقى في الصيام فبيبقى فيه قدسة الظهر العدرة وماري جرجس بيبقوا الصبح بدري إزاي تم تنفيذ كنيسة الملاك مخايل بيقافر وده الحقيقة إبداع المهندس أو البناء المصري اللي بنا هذه الكنيسة المكان نفسه بيرجع للقرن الرابع الميلادي لكن الكنيسة الحالية يقدر عمرها بحوالي 700 سنة المكان إحنا قمنا بترميمه بفريق تطوعي قمت أنا بتكوينه لترميم الكنيسة والدير والمتبقي منه من الأسوار الخارجية وهكذا الحقيقة إن إحنا بفريقنا أثناء العمل اكتشفنا بالصدفة البحتة ظاهرة التعامد الموجودة من أحد الباحثين اللي كانوا في الفريق واللي كان البحث بتاعه عن تعامد الشمس على الأديرة المصرية القديمة في الصحاري أسوة بما تعلموا الرهبان اللي بنوها عن أجدادهم المصريين القدماء فدخل شاف الفتحات في أسقف الهياكل التلاتة في الأوبة فيها فتحات حوالي 30 فاربعين مغلقة بالطين والحجارة والخشب فسأل أبونا ليه مأفولة دي فأبونا يعني قال له أنا ليه عشرين سنة قال له أبونا افتحها ده دي خاصة بتعامد الشمس هو تلاقي الشمس بتتعامد عندك حسب أعياد القديسين المسمى المزابح بأساميهم فعلا إحنا جات لنا المعلومة فتحنا الطاقات وابتدينا نرصد وفجئنا فعلا بأن الظاهرة موجودة في هذه الكنيسة الأثرية القديمة هو عارف من فين إنه لو فتحنا الشبابيك ما هو شاف الفتحات الرصد أصل هي فكرة الرصد دي محتاجة يعني إنك تتابع أكتر من مرة أو تبقى بتتفرج على المكان بشكل برؤية مختلفة أو أبعين مختلفة وإحنا فعلا الرصد إحنا لجأنا فيه لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وكان بيرأس فريقنا شرفيا المرحوم الأستاذ دكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء والأقمار الصناعية بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان وفعلا لما قلنا له قال أنا أول مرة أسمع إن فيه علم الفلك تطبق فيه الكنيس وجه بنفسه وشاف وتم عمل لجنة من معهد البحوث الفلكية قامت بأعمال الرصد الفلكي وتحققت من سبوت الظاهرة وحصلنا على شهادة توثيق بسبوت الظاهرة في المكان حاجة طبعا عظيمة أنا أسف بس شهيرية الموضوع مش صعب والله يا جماعة عليه معروف إن من القرن الأول إلى القرن الرابع كان لو يسمح بإقامة الشعائر أو بإقامة الكنيس والمعابد فالمعابد المصرية القديمة كانت هي عبارة عن إيه؟ حوالوا المعابد المصرية القديمة اللي هي الفرعونية إلى كنائس لذلك حضريك لما تروح في آية معابد المصر قديم هتلاقي طبيعي جدا وأبرز نموذج على ذلك معابد الأسر أه طبعا تنيسة وجامع هم هو حد شبسوت فهم أكيد كانوا ملاحظين هذه الظاهرة فاللي ورث اللغة المصرية القديمة هي اللغة القبطية بدليل نفس التحروف من الكتاب المصر القديم اللي ورث العلم المصري القديم ومن ضمنه علم الفلك أكيد هم مدول فأكيد وجودهم في داخل المعابد المصرية القديمة كانوا بيلاحظوا هذه الظاهرة وبالتالي لما جم يبنهم لما سمح لهم بإقامة الأديرة والمباني الكنائسية فبدأوا ينقلوا الظاهرة معاهم فالتصرف طبيعي جدا لذلك إحنا بقول لحضريك لما قلنا سيحة الفلك هنجبها له بقى من أول معبد هيبس ومعبد القرنق معبد حشبسوت الأديرة الكنائس تخلى حضريك لو أنا جبت ساقح يعني باكتش كده قلت له أنت عندك يعني ليك عندك مثلا 16 زيارة في السنة هتزور 1 2 3 4 وتبقى سياحة ساعة الشمس بس وحضريك كمان الأماكن اللي موجود في هذه المعابد يعني رجم عبد أبو سيمبل حضريك هناك الناس مصريين بسلول البشرة مع العادات مع التقاليد لا هي منطقة سحرة يعني حضريك إزاي نجيب ساحرة يضي ليه لو يمشي ده أنا ممكن أقعده في هذا ده أنا عنده قدام المعبد أكبر بحيرة في العالم أجمل سمك ممكن تكليف الدنيا أجمل شعب أجمل ناس إنه بيين بموسيقاهم أنا شرفت بزيارة المعبد يعني خالي حضرتك السيدات لما يروح هناك إكسسوار أكتر من رائع ومع الحنة ومع العشاب فأنا ليه ما يبقاش كده أسبوع كامل اسمه أسبوع الشمس الناس يروحوا يقلم ويشربهم ويلعبهم في البحيرة يبقى فيه ألعاب مقاية إذا قدرنا نعملوهم نشربهم الكركديه هناك معروف هناك المشروبات هناك كركديه طبعا ساحرة كمان هناك الفن النوبي الجميل ده فيه قرية اسمها غرب سويل هناك طحفة طبعا غرب سويل هناك فلماذا لا تقرر هذه التجربة في هذا المكان إبقى أروح هيبيس هيقرر هذا الموضوع لما يروحوا تتل في المينيا الأمحة أنا رجل الشرقية عارف لو أنا خدت الساحة هناك شاف هذه الزهيرة وجاء قبلها بيوم أكلتوا الفطير المشالتت مع موسيقى بتاعت الشرقية معرفة الكوري الشرقاوي الموضوع يختلف فصدقين يا حضريك نتمنى نخرج من فكرة الهرم وبلول ورؤسر وأسوان وروح يا جماعة والله أبدا كل محافظة في مصر ستستطيع أن تتعملي فيها سياحة من أحخاص بس إحنا عايزين أرجوكو خروجه مش برا الصندوق اكسر الصندوق يعني نفسك الصندوق نعيد يا فندم ده إحنا جنبنا بلاد يعني إحنا في مصار العقل المقدسة أنا راجل من مطارية وعندي مصار اللي هو شجرة مريم اللي بتمنى قاد صرف كواس جدا ويتعمل كواس إنما فين الدعاية فين الماركتنج الموضوع عندي 25 مصار الأردن جنب حضرتك فيها مصار واحد بيجي لها 12 من الساعة عند حضرتك 25 مصار قالوا الأول هنعمل 25 وقالوا هنخلي 12 ونكلها 8 هنخلي 5 طيب إحنا جلنا كام في مصارع المقدسة نفسي حضرتك مرة تصييف السيد وإزالي ساحة الأسر تقولوا حضرتك مصارع المقدسة احنا جهزنا فيه خمس أماكن كويس جدا وراع جدا جلنا من المصار ده من 2017 من ساعة ما البابا وافق أو بابا الفاتيكون وافق الحج المقدس جلنا كام سائح احنا فاندم نستطيع عن طريق السياحة أن نجعل هذا البلد من أغنى بلاد الدنيا فاحنا قلنا سياحة الفلك وحطينا قلنا يا جماعة الخطة 1 2 3 إنما احنا مازلنا كل سنة لا نتكلم عن حراحة ده بس هو معبة ده بوسيم تفيني الكارنك كارنك بتحصل فيه برضو من حوالي من شهر عشرة برضو هذه الظاهرة على البابا الشرقية حد شبسود بتحصل فيه عندي معبد هيبس وحضريك عارفة لو أندي أتمنى وروحي تزوري اللي هو راحو زالسكندر ده إحنا لو عملنا أسطورة الإسكندر السناش مش فهم أنا مش هعمل بس الزيارة بس يعني معروف الإسكندر زر هذا المعبد فحضريك لو عملت مسرحية أو أوبرا زيارة الإسكندر ومعروفة لكل الدنيا عارفة الإسكندر والقصة بتاعته الجميلة المشهورة اللي لما راح يزور هناك ودخل قدس الأقدس وطلع مبتسما قالوله انت يعني شمعنا فرحت لما خرجت من قدس الأقدس قالوله لن أقول ذلك إلا لأمي لأنه لما داخل جوه قالوله ستاخذ الدنيا كلها وكان معروف إن هذا المعبد فيه متنبئين فيه ناس يعني باستشرف المستقبل فبالتالي أتمنى نحكي التاريخ في صورة دراما في صورة حكايات فإحنا عندنا للأسف بعافية شوية فإتمنى نشتغل دراما أكتر فيديو كليبس أكتر يبقى فيه قنوات إحنا مصر تخيلها حضريك عندنا ألف قناة هل عندنا قناة بتتكلم على أصار والسياحة؟ لا فقط بتتكلم بالأوكراني وبالهندي وبالروسي لماذا لا عندنا القناة واحدة إحنا عندنا قناة للرياضة والفن والرأس والغنى اعمالوا ما عندش مشكلة بس أتمنى من رجال الأعمال الحكومة يشتعمل كل حاجة يا رجال أعمال عملونا قناة بشباب يجيد اللغايات نخطب السقح للروسي لأن كل واحد بيجي له فكر وله ثقافة مختلفة ونخطب السقح الألماني والكل السقحين فإحنا أنا تمنى أهنا دلوقتي لننكر إن إحنا فيه فيه تغير شوية إنما نفسي موضوع بسيمبل أنا رجل روحت هناك واشتغلت المنطقة هناك لو عندك أي طاقة سلبية والله هتروح وبالتالي أنا عندي مكان هناك يتحك عنه يعني لو جتي قدام المعبد وعملت عرض في الكولوري الأوبرا يعني عملت أوبرا هناك أو عملت فاشنز المكان هناك والله يا فن أتمنى تروحي تزوريه أنا روحت أبو سندل وان وساحر وحضرت الصوت والضوف شفت البحيرة عاملة زي هناك بما إحنا كل سنة نجيب فورة الفنين الشعبية والسيد المحافظة يحضر يشوفوا العرض ويروحت اليوم هناك مفيش فناء كتير فبالتالي عني مشكلة البحيرة هناك لم تستغل الناس هناك النبيين يعني بعملوا هناك زواج على الطرق النوبية مع الحنة مع الرأس مع الموسيقى عاجات الساحي حبها طبعا يعني وعارف حضرتك الساحي جاي 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 فرح فلماذا لندخل الصياحة الثقافية مع السياحة الترفية مع السياحة الفنية يبقى عندي بعد نقعد الساحي بالنما هو جاي يومين وثلاثة واربعة هل كقدمت هذه المخترحات لأي حد؟ والله فلنم قلنا كتير أنا بتكلم في الإعلام بقالي 15 سنة نيفت مرة حد يقول لي أرجوك تعالى يعني ينفذ على أرض الوقت الموضوعنا الصعب والناس تتمنى إنما إحنا عندنا يعني أنا قلت ساحة الأهرامات لما عندك الأفرس انترك من شهرين ثلاثة هاجو الدنيا قلت يا جماعة والله أبدا إحنا ما شوفناش مرة الدهس اللي ما تعرفوش إحنا عندنا جبان المانفي دي بالله يبتمتد من أبرواش حتى يعني في منطقة الجيزة فيها أكتر من 66 هرم فأنا لو جبت السايح زورتوا الأهرامات من هرم زوسر وبعدين الأهرامات الثلاثة وقديتوا هرم ضاشور وقديتوا أهرامات السهاج إحنا لسه من أسبوعين مطلعين أهرامين في السهاج كان عندنا من إلغاية أسبوعين 136 هرم دلوقتي بقى عندنا 188 أمام ولسه توارد نكتشف طبعا أنا أتمنى عندنا سياحة متخصصة اسمها سياحة الأهرامات هزوروا أهرامات بس سياحة الفلك بس وانبقى مع المطبخ المصري يعني دايماً عندي بلد موجودة في محافظة غربية اسمها شوبرة بالولة يا جماعة استغلوها بلد بتطلع 60% من معجوني الياسمئين اللي بيصنع البيركيون بفرنسا بقولهم يا جماعة لو إحنا روحنا البلد دي وخدنا السواح كده وشغلهم وهو أناك على فكرة بلازم المحصول قبل الفجر لأنه لو الشبس طلقت فلو تخلي لو خدت السائح وراح هناك جانا المحصول والصبح بقى يعني مع الناس وكل وشرب والله لو قلتوا لتفعل فيه فنتمنى سياحة الريف احنا معنا سياحة الريف للأسف يعني الريف المصري احنا جات لناقى واحد اسمها إيفيلين وأكيد حضرتك عارفة قرية تونس الناس بقت معروفة في الدم لماذا لا تكرر تجربة إيفيلين وقرية تونس في كل المحافظة المصرية واعتقد أنه كل محافظة في مصر تستطيع أن انت تكرر تجربة قرية تونس على طريقة أكبر وأهم فبالتالي عندنا مئة ألف فكرة وفكرة إنما احنا مازلنا مصممين عن الهرم وبالهول وأقصاها اسكندرية يعني اسكندرية يمكن طالعا لسي طالعا اليومين دون الحقيقة حضرتك اللي قلت واختصر عليها أسئلة كتير جدا عن إيه اللي ممكن نعمله وإزاي ممكن نستغله لأن أسرة شهيرة من أرقى بلاد الدنيا ومن أجمل بلاد الدنيا يعني نتمنى نتمنى نعمل متحف للمرأة أنا ما رحت بمرة في أمريكا عندهم أكتر من سبع تلات مش لقين حاجة عاملين متحف للأحزية متحف للبيرة للخمور إنما لماذا لا أعمل متحف للمرأة ودور المرأة دور المرأة الحربي الناس اللي متعرفوش إن السبب طردوا لهكسوس طبعا لماذا لا أفعل متحف للبيرفيوم ومعروف إن مصر أول دول في العالم عملت البيرفيوم الصلب مش السائل بس ده إحنا بقول لحضرك النبيز يعني من خمس ثلاث سنة يعني من أسبوعين ثلاثة لقهم بقايا موضة طحنيت عملوا عطر اسم عطر الخلود في ألمانيا ويخلوا الناس السواحي اللي ييجوا يزوروهم عطر يشموهم ريحة هي القصة كلها زي بحراج قلت هي قصة تسويق تسويق مش قصة إن إحنا معندناش إحنا قصة نفكر برا صندوق نسوأ بشموانس مجدي عايز أسألك عن هل في كناس تاني عندها فكرة تعامد الشمس غير ملاك مخايل وهل ممكن إنه يتم لو تم بناء كناس جديدة تتم بهذا العلم إن إحنا نبقى قدرين إن إحنا نعمل تعامد شمس في الكنيسة داخل على المسبح أو على الهكام وأجاوب على السؤال التاني الأول ودلوقتي نقدر نعمل بمعادلات فلاكية معمارية هندسية إن إحنا نطبق الظاهرة في أي مكان مش بس في الكنيسة في أي مكان محتاجين فيه نعمل التعامد في يوم معين في وقت معين في مناسبة معينة أما بالنسبة للسؤال الأول فيه كناس تاني هم كان فيه خمس كناس في الدلتا ليهم نفس الشكل والأبعاد وأسماء الهياكل والطراز المعماري بتاعهم المتبقي منهم فيه ظاهرة تعامد الشمس كنيسة رئيس الملايكة الجليل مخايل بكفر الدير وكنيسة تانية في صهراجة الكبرى اسمها كنيسة ماري جيرجيس صهراجة الكبرى تابعة المحافظة دا ليه؟ هل دول في نفس الفترة الزمنية يعني تم بناءهم في نفس الحقبة الزمنية؟ بالضبط ويقال أنه هم الخمسة في الدلتا المصرية اتبنوا في نفس الوقت بمهندس واحد تبكل ويقال أن المهندس اللي بناهم هو الفراغاني اللي هو عمل مسجد ابن طولون سعيد ابن كاتب الفراغاني قبل ما نختم برضه حابة الناس تعرف نقل معبد أبو سنبل اللي اتفكك لأجزاء واتنقلت الأجزاء دي وزي محرك قلت ما قدروش يخلوها أبدا بنفس اليوم فزاد يوم الحقيقة برضه أن ده عمل في وقته إعجازي يعني يعني أنا دايما نسميه المصر اللي نقل الجبل لأن إذا كان المهندسين أجانب والشركة أجانب فالمنافذين الألفين عامل ومهندس اللي اشتغلوا في نقل المعبدين من 64 إلى 68 كانوا مصريين بفكرة حضرتك بس احنا عندنا لما نقلوا الملك رمستاني نقلوه في مدحف المصر الكبير رجعوا عزيز ظهري في أي شقة هتيجي في يوم محد بقول الله والله إن الشمس تخص جوا المعبد 200 متر وإن تخص القدس الأقدس نصر مرموش إن المعبد عندنا المعبد في الأول 22 متر نبدأ ننزل لغاية ما نوصل القدس الأقدس ارتفاع 3 متر وبعدين لأي 4 معبودات يجي على 3 والرابع لا لأي يا عم الرابع لأي لك معبود الظلام فإذا كان الموضوع هيدخل تبليه ما بدخلش على 4 فالعبقرية كمان إنه يجي الملك رمسيس الثاني لو حضريك شفتي بيهيجي بطريقة بيهيجي من رجليه ويعني يبدأ يطلع يطلع لغاية ما يوصل لرأسه كأنه ميلاد فالموضوع أكبر من فكرة إنه الشمس هتدخله بس إنما فكرة النقل النقل مهمة جدا وفي هذا الإطار زي ما حضريك يعني الله يرحمه صارت عكاش لإن كان المعبدين خلاص المجنين عمل كان يغرأهم وبدأنا نعمل لهم عاملية تسجيل هذا الرجل عمل نداء اسمه نداء الدولي الإنقاذ هذا المعبدين واشتركت في أكثر من 50 دولة والمينسكو نزلت حتى الآن بتفتخر بتقول إنه أعظم مشروع عاملناه هو هذا المشروع وتكلف حوالي 40 مليون دولار الأجمل في هذا الموضوع إن الشركات الإيطالية والألمانية والبلجيكية كله أحد بدأ أقدم فكرة واحد يقول ننقله إزاي جالنا واحد اسمه أحمد عثمان هذا المهندس العبقري كان راجل نوبي قال له ما زوره ده بلدي قال له بترقى سهلة جدا زي ما أجداد نعمل وحن نعمل نعمل بالمنشار نجيب المنشار الكهربائي والمنشار اليدوي قال له أنت مجنون إزاي يعني لذلك بسموها جزارة المعبد كانه جزار طلقت لقب أمي جدا وبالفعل جابه المنشير ونسبة الخطأ لو حضرك شفتي المعبد قديما وحديثا لا تتعدى واحد بواحد من مية ليه لأن الناس قتلوا ضغطها هنفقد هنفقد كان بيقولها هنفقد تلت المعبد ولكن نتيجة التنفيذ الجيد رغم أن فيه ظروف درجة حرار هناك في صيبة أمولهجة جدا ورغم الفيضانات كان بتيجي لأنه كان قبل إنشاء السد ولكن تمكنهم من نقل المعبد لا كل اللي حصل في الاختلاف هو اختلاف فقط التعامد ولكن مازال المعبدين دول يعني حجمه بير يكفي أن أكبر قبة في العالم على هذا المعبدين حتى الآن المعبد ده نتمنى يا جماعة أرجوكو استثمروا هذا المعبد في قصة نحكي مثلا إزاي واحد أسمعه ميليا إدوارز اللي كتبت ألف ميل فوق النيل هي اللي اكتشفت نزيل صهرة نتكلم عنه اللي يسموه معبد بوسمبل عشان الولد الصغير اللي هو قدلهم عليه نتكلم عن الضفدعة اللي هيكت السبب في كشفه حكاية كتير جدا نستطيع أن نحكيها عن هذا المعبد لكن نتمنى نستغل المعبد اللي السسنائي في المكان السسنائي لهذا الملك العبقر اللي جنن الدنيا كلها واللي هم متهدين حتى الآن وقالوا فرعون الخروج ومش غروج كل كلام ده كلام فاضي وليس لأسم الصحة فنتمنى نستغل هذه الظاهرة في كل مصر أستاذ مجد تسمح لي يبقى لنا لقاء تاني نتكلم عن يعني برضو كتير من التاريخ لأنه مهم من الناس تعرف حاجات كتير طبعا أنا بشكر حاجة جدا أستاذ مجد شاكر كبير للأسارين بوزارة السياحة والأثار بشكر حاجة جدا مهندس الاستشاري مجد غبريال رئيس الترميم والأثار وخبير الترميم بشكر حاجة جدا على وجودكم وأن أنتم شرفتونا النهاردة بكرا جزيلا اشتركوا في القناة